الدور التمهيدي الأول في بدايته تتفكك الشبكة الكروماتينية فتتضح الكروموسومات ثم تنتظم الكروموسومات المتناظرة في أزواج فيظهر كل زوج مكوناً من أربعة كروماتيدات مستوية وهنا تحدث عملية التصالب والعبور عندئذ تنقسم السنتريولات وتظهر خيوط المغزل ويختفي الغشاء النووي الدور الاستوائي الأول تنتظم الكروموسومات المزدوجة وسط الخلية وتظهر مشدودة بخيوط المغزل الدور الانفصالي الأول تنفصل الكروموسومات وتحرك كل منها كزوج من الكروماتيدات بواسطة خيوط المغزل التي تنكمش ساحبة إياها إلى أحد قطبي الخلية الدور النهائي الأول يصل نصف عدد الكروموسومات في الخلية الأم إلى كل من قطبي الخلية وتكون الغشاء النووي حول الكروموسومات ثم أبدأ انقسام السيتوبلازم لإنتاج خليتين بنويتين الدور التمهيدي الثاني يختفي غشاء النواء وتكون المغزل الدور الاستوائي الثاني تترتب الكروموسومات على خط استواء الخلية وتنقسم السنتروميرات واتصل كل منها بكروماتيد على المغزل الدور الانفصالي الثاني تنفصل الكروماتيدات الشقيقة وتحرك كل منها ككروموسوم مستقل نحو أحد قطبي الخلية بفعل شد خيوط المغزل الدور النهائي الثاني يظهر غشاء نووي حول كل مجموعة من الكروموسومات الناتجة عن ذلك الانقسام وانقاسم السيتوبلازم لينتج أربع خلايا بنوية بكل منها واحد نون من الكروموسومات بحيث يعود إلى العدد الضعفي اثنين نون عند اتحاد الجميت الذكري والانثوي ترجمة نانسي قنقر